أعلنت الحكومة الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجاري على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار مناسبة دون زيادات غير مبرارة على المستهلك خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج بأكثر من خمسة مليارات دولار منذ مطلع الشهر وأوضح وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجه بتبكير عقد معارض أهلا رمضان لتنطلق الشهر المقبل في كافة المحافظات لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للموطنين وشدد سمير على أهمية قيام الغرف التجارية بتوعية التجار للالتزام بالإعلان عن أسعار كافة السلع مؤكدا أن الأجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي أقرها رئيس مجلس الوزراء من جانبهم أكد رؤساء الغرف التجارية التزام الغرف بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص أثارها حتى تمر بأمان اشتركوا في القناة